المتنفس البحري لاقتصاد العراق يختنق مرة أخرى جراء المناورات الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز فبدلا من أن يعمل نظام طهران على حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد ينشغل في مناورات تضر باقتصاد بلاده وعلى حساب شعبه مواطنون عراقيون أبدوا تخوفهم من انهيار اقتصادي يضرب البلاد كتبعات لإجراء الحرس التوري الإيراني مناورات الرسول الأعظم الرابعة عشرة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز منطقة الخليج دي صير بيها مناورات عسكرية تمام؟ فده يعني مو من صالح إيران واللي متأثر بالاقتصاد الأمين إحنا صرنا يعني شون أقول لك ضحية الاقتصاد انهار الأمان انهار العالم هسه ما تعرف شو تسوي شبه الناس ضائعة لا أمان لا اقتصاد الثروات انهارت وإيران هي المستفادة مراقبون اعتبروا المناورات الإيرانية تصعيدا جديدا بين طهران وواشنطن ما يقوض أمن الخليج مجددا بما ينعكس سلبا على اقتصاد بلدان المنطقة وخاصة العراق أنا أعتقد انه إيران بين الفينة والأخرى تقوم بعض المناورات لإثبات نفسها بالمنطقة وجزء من استفزاز للجانب الأمريكي يعني ممكن لإثبات انه يعني انه احنا ترى موجودين بالمنطقة وانه احنا قوة وموجودة وقوة ما مستهان بيها يعني لكن ما عرف هذا شن يشكل الجانب الأمريكي هل هو يعني هل أمريكي تاخذ على محمل الجد او لا يعني هذه السياسات ما نعرف هذه الظاهرية اما تحت الطاولة بصراحة ما نعرف شن الاتفاقات شن السياسة اللي تحت الطاولة ويبقى السؤال الابرز هل ستعمل الحكومة العراقية على انعاش الاقتصاد بوسائل اخرى ام ستبقى التجارة العراقية رهينة المناورات الايرانية ان غدا لناظره قريب